قمة بغداد المرتقبة سيادة اللواء فيما يتعلق بقمة بغداد المرتقبة هل يمكن ان تشارك بعض القوات الامنية الايرانية في مساندتكم اولا نحن في العراق لدينا قوات امنية مهمة جدا ولدينا ثقة بها قواتنا الامنية ولا نسمح لا سابقا سمحنا ولا الان نسمح بان يكون هناك قوات تشارك معانا في الامن واعتقد القائد العام للقوات المسلحة عدم قال بانه لا نحتاج الى قوات تقاتل معانا وانما لدينا احتياج الى مسألة التدريب والتسليح وهذا شيء مهم جدا ولكن هناك التحالف الدولي موجود سيد تحسين وهي قوات ايضا التحالف الدولي التحالف الدولي مو قوات قتالية التحالف الدولي هو عبارة عن قوات مستشارين وفي مجال التدريب في مجال الضربات الجوية في مجال التسليح هستت قل لي لعدم قوات قتالية هذه نعم قوات قتالية ولكن هذه قوات اتت لتقديم العون الى المستشارين والى من يهتمون في مجال الضربات الجوية والى من يهتمون في مجال التدريب والتسليح يجب ان يكون لديهم نوع من الحماية والان هم البوادر الاولى انسحبت وفق الاجتماع اللي عقد في واشنطن على ذكر التحالف الدولية سياد اللواء فيما يتعلق بالطائرات العراقية الاف ستة عشر ما هو مصيرها بعد ان انسحبت الجهات المعنية بصيانتها يعني هي طائرات طائرات عراقية والطيارين هم طيارون عراقيون ودائما ما يشكك للأسف في قدرات الطائرات العراقية وانه هذه الطائرات عندما تنسحب الشركة ما ممكن لقيادة القوى الجوية ان تقوم بتطيير هذه الطائرات او تسليحها او قيادتها من قبل القوات العراقية لا الطائرات العراقية وتقوم بطلعات وعدما نحتاجها نوجهها وكانت ضربات موجعة قبل يومين وجهتها قيادة القوى الجوية بطائرات الاف ستة عشر الى بعض اوكار داعش وهذا اندل على شيء فانما يدل على امكانيات وقدرة اجهزتنا الفنية والهندسية في صيانة واعداد هذه الطائرة العمل هذا يعني ان العراقيين هذا يعني ان العراقيين المهندسين العراقيين هم الذين يقومون بصيانة هذه الطائرات الان بجهود عراقية صرفها نعم العراقيون فقط هم الذين يقومون وكل الذين استخدموا السلاح يعلمون بانه هذه القاعدة هي قاعدة عراقية ولا يوجد فيها فقط الشركة التي كانت تقوم بتقديم الخدمات وهو يعني معمول في كل دول العالم الشركة عندما تقدم سلاح تبقى مع الفنيين من أجل تعهيلهم وإيصالهم إلى درجة معينة ممكن أن يستخدمون بعد ذلك إمكانياتهم وقدراتهم في عملية التسليح والبناء وكذلك تقديم الخدمات طب أنت ذكرت ولكن انسحبه للأسف بعد أن كان هناك أنت ذكرت ونسمحه باستمرار بعد أن كان هناك استهداف نعم كان هناك استهداف وهذا الاستهداف تم أي نعم والآن هم يعملون ولكن نحن مستمرين مع الشركة من خلال الدائرة التلفزيونية بالتأكيد اللي هي مو مثل ما يكون الفني معاك ويعمل معاك ولكن نحن نقوم بعملنا أعتقد بجهد كبير جدا في قيارة القوى الجوية